شكراً للزميل محمد الهرمودي على هذا التقرير مشاهدين ننتقل ونستكمل فقرات هذا الصباح ريادة الأعمال من الأمور التي تحتاج أسس علمية حيث يجب على رواد الأعمال أن يبنوا أساساً قوياً من الدراسات والتخطيط وغيرها من الأمور اللي تضمن نجاح مشروعهم نتعرف أكثر مشاهدين على أهم الأسس الخاصة برواد الأعمال معنا في الاستيديو الأستاذة علياء أحمد الحرمي استشاري تنمية بشرية وأسرية وتطوير ذاتي أهلاً وسائنا أستاذة علياء سهلاً حياة الله أستاذ علي بنتكلم اليوم عن ريادة الأعمال ونبعنا نتعرف أكثر اليوم شو أهمية معرفة رواد الأعمال أن هناك أسس علمية لريادة الأعمال أول البادي بسم الله الرحمن الرحيم خليونا نعرف شو مفهم ريادة الأعمال ريادة الأعمال هي الرغبة في بدء عمل جديد وتطوير وإدارة المشاريع التجارية من أجل كسب الأرباح وزيادة التنمية الاقتصادية للفرد والمجتمع طبعاً أهمية معرفة أساسيات ريادة الأعمال مهمة جداً وكبيرة جداً من أهمها طبعاً أول شيء التقدم والنهوض الاقتصادي هذا في المقام الأول اثنين تعزيز التغيير الاجتماعي توفير فرص عمل جديدة الابتكار والتنمية المجتمعية جميل نتكلم عن الابتكار اليوم في ريادة الأعمال ذكرتها حديثة أستاذة عليها ما أهمية الابتكار اليوم خصوصاً مع وجود تنافس كبير في السوق أهمية الابتكار في ريادة الأعمال طبعاً أهمية الابتكار والابداع خلنا نقول هذين الاثنين المصاحبين لبعض وطبعاً مكملين لبعض أهمية كبيرة لأن أسس يمكن ريادة الأعمال أو خلنا نقول أسس العمل الريادي الناجح هو الابتكار والابداع ليش؟ لأن تقريباً الابتكار خلنا نقول مثل الطاقة الديناميكية والطاقة يمكن اللي دائماً نتمد هذه الأعمال بالاستمرارية وبالتطوير ومواقبة طبعاً متغيرات الحياة أستاذة عليها خلينا نتكلم عن التفكير الابداعي في ريادة الأعمال كيف ممكن نستخدمها أو شو هي الأدوات المناسبة له؟ طبعاً من أهم الأدوات في التفكير الابداعي أول شيء بيكون هو طرح التساؤلات أو وضع التساؤلات طبعاً أنا عشان أفكر بطريقة إبداعي وبطريقة مختلفة عن الغير لازم أطرح بعض الأسئلة أضع بعض التساؤلات عشان أبتدي أبحث وأجاوب عن هذه التساؤلات وتكون عندي الفكرة فأول شيء وضع التساؤلات ثاني شيء صنع الحلم والتخيل الذهني طبعاً أساس الإبداع هو الخيال المنطقي والخيال الذهني تخصيص وقت كافي أو وقت مناسب للتفكير الإبداعي غير هذا أيضاً حتى أنا ممكن أقول أني أنا يعني شراك الآخرين أو مشاركة الآخرين لأفكارهم وآراءهم وطرح وشرح الأفكار الخاصة فيني بطريقة تكون سهلة ووضحة للآخرين تمام وهناك ذلك أستاذ علي من الأمور المهمة أن رائد الأعمال يعني أن هناك مسؤولية مجتمعية تجاه المجتمع من خلال بعض ما يقوم به وكل رائد أعمال لطريقته الخاصة ما هي هذه المسؤوليات الخاصة برائد الأعمال طبعاً مسؤولياته الهامة والتي تقع على رائد الأعمال أولاً إنشاء أسواق جديدة سواء كانت أسواق أونلاين عبر المواقع التواصل أو المواقع الإلكترونية أو أسواق واقعية سلسلة متاجر وما إلى ذلك أثنين خلنا نقول استكشاف طرق جديدة أو مواد مبتكرة طبعاً للمنتجات ثلاثة الإبتكار وإنتاج منتجات جديدة أربعة خلنا نقول زيادة الإنتاجية وتحريك الموارد المالية والشيء الخامس والمهم هو خلق فرص عمل جديدة للآخرين جميل ويمكن لاحظنا على رواد الأعمال من الأمور خصوصاً الشباب منهم أنهم يقومون بحملات على سبيل المثال دعم بعض الحملات المجتمعية على سبيل المثال لاحظنا العديد من الشباب في رياضة الأعمال يدعمون حملات شهر أكتوبر الوردي كذلك مشاركتهم في الاستدامة واستخدام مواد تساعد البيئة لذلك مسؤوليتهم صارت أعمق فقط من خلق فرص اقتصادية لكن هي مسؤولية مجتمعية وبيئية وغيرها من الأمور خلين نتكلم أستاذة علي عن المهارات شو هي المهارات اليوم في هذا الوقت في هذا يمكن التزاحم في رياضة الأعمال شو أهم المهارات اللي يحتاجها رائد الأعمال طبعاً من أهم المهارات أولاً مهارة التخطيط ثانياً خلين نقول مهارة إدارة المخاطر ومهارة إدارة الوقت ومهارة حل المشكلات مهارة التعلم خلين نقول الإبداع هذه كلها مهارات يعني مهمة جداً وما ننسى طبعاً مهارة الاتصال والتواصل الفعال مع الآخرين تاذة علي أحب تشرحين أكثر حول هذه النقاط وهذه المهارات خبريني أكثر طبعاً يمكن خلين نقول المهارة خلين نقول أول شيء مثلاً الاتصال والتواصل الفعال مع الآخرين يجب على يمكن رائد الأعمال أن تكون عنده شبكة علاقات واسعة ويكون شخص خلين نقول اجتماعي يحب أنه يعني يتعامل مع الآخرين يأخذ ويعطي معهم يسمع مقترحاتهم يسمع أفكارهم طبعاً يحترم آراء الآخرين عشان يوصل يمكن لأكبر شريحة مجتمعية في المجتمع ويعرف شو احتياجات المجتمع من منتجات يمكن أو من خدمات مهارة طبعاً يمكن التخطيط هاي مهارة مهمة جداً وأساس بدأ يعني بدأ في أي مشروع لازم أنا أخطط له وأضع يمكن هدف واضح ومدروس وأبتدي أشتغل عليه عشان أنمي من هذه الفكرة وتصير لي مشروع ناجح ومشروع تجاري بالنسبة لي مهارة إدارة المخاطر وحلو المشكلات هاي مهارة مهمة جداً يمكن الأغلب ما تتواجد عندهم ليش؟ لأن أغلبنا يخاف من التجربة فعلى رائد الأعمال أنه يكون شجاع أنه يغامر ويعرف أن موضوع يمكن ريادة الأعمال أو هذا النوع من الأنشطة خطر جداً ومحتاج لروح المجازفة والمغامرة فلازم يكون شجاع ويحاول أنه يغامر بطرق موضوع أو يمكن بمنطق معين ويحط في باله أنه طبعاً يمكن إحتمالية نجاح مشروع أو فشلة واردة جداً نعمل جداً أني حط في عين الأعتبار هذا الموضوع كذلك أستاذة من المهارات الأساسية والمهمة أن رائد الأعمال يعرف يكون قائد لفريق العمل خبريني عن هذا الجانب وكيف ممكن لرائد الأعمال أن ينمي هذا الجانب فيه؟ طبعاً أكيد لماذا؟ لأن رائد الأعمال بعد أن يتوسع نطاق مشروعة أو تجارة يحتاج إلى فريق هذا الفريق يدعم مشروعة ويزيد من التنمية الاقتصادية ويطور من هذا المشروع فعلى رائد الأعمال قبل أن يكون مشرف أو مدير يجب أن يكون قائد يجب أن ينزل معاهم الميدان يعطيهم الدافع المعنوي يعطيهم الدافع والدعم المادي والمعنوي والنفسي لطاقم فريقة يحببهم في العمل ويشجحهم دائماً على الاستمرارية وعلى الابتكار يهيئ لهم بيئة العمل المناسبة والمحفزة لمنطلاق أفكارهم يسمع لأفكارهم يحترم آراءهم يشركهم في بعض القرارات دعونا نقول والأفكار التي تخص هذا العمل من الأمور كذلك المهمة استاذة اليوم لراد الأعمال أن يكون هناك تعلم وتدريب مستمر خبريني عن أهمية هذا الجانب طبعاً مهارة التعلم أو حب التعلم هذا شيء أساسي في رائد الأعمال لأن يمكن السوق عندنا أو التجارة عندنا في تغير مستمر بين الثانية والأخرة فهو محتاج أن يطور من ذاته محتاج أن يطور من مهارات في مجال التسويق في مجال التجارة في جميع المجالات فمحتاج المزيد من الدورات التدريبية من ورش العمل لتدعم هذا النوع من المشاريع أو هذا النوع من الأعمال من الأمور كذلك المهمة استاذة علي أن شخص أو رائد الأعمال يقيم مشروعه كيف يقيم على سبيل المثال الأمور الإيجابية والسلبية وكيف يتم تطوير مشروعه؟ طبعاً هو يحطي باله أو يحطي بنصب عينه طبعاً إيجابيات المشروع هذا وخلنا نقول الفوائد العائدة من هذا المشروع وإيضاً السلبيات أو المخاطر المحتملة واللي ممكن تقع في المستقبل القريب ويحاول يوجد لها حلول من الآن طبعاً لا يكون المشكلة حل واحد فقط طبعاً هذا غلط كبير لازم يكون فيه عدة حلول لأي مشكلة ويحط في باله أنه طبعاً مثل ما قلناً احتمالية نجاح هذا المشروع أو فشله وردت جداً وما يقسم موضوع أنه خلاص أنا فشلت في المرحلة الأولى أو أنا فشلت مثلاً في هذه المرحلة لأنه أنا خلاص بستسلم وبنصحب العكس حاول قد ما يقدر أنه يتعلم من هذه الأخطاء أو من هذه المشكلات ويطلع منها بأقل خلنا نقول كلفة بشرية وخسائر مادية جميل اليوم العديد من الأشخاص والشباب متواجهين لرياضة الأعمال إلى جانب وظائفهم العادية كيف ممكن يبدؤون هذه المشاريع أو يضعون خطة تخطيط مهم الوقت مهم الإبداع مهم تفكير الأبداعي ومهارات مختلفة مهمة كيف ممكن يبدؤون بطريقة تضمن لهم استمرارية جيدة في مشروعهم طبعاً أول نصيحة أحب أقدمها لرائد الأعمال ثق بنفسك وأؤمن بنفسك إيمان كامل وبقدراتك وبمهاراتك ضع هدف واضح ومدروس ومخطط له في نصب عينك وابتدي أشتغل عليه شيئاً فشيئاً غير جداً حب العمل اللي أنت تقوم فيه واشعر بالشغف والفخر تجاه الأعمال أو تجاه المشروع اللي أنت قاعد تشتغل عليه شيء الثالث اختار الفريق المناسب لك الطاقم الفريق اللي شوفه فعلاً اللي عنده المؤهلات والقدرات والمهارات اللي ممكن تدعم مشروعك نقطة بعد مهمة جداً في أن أنت تحاول قد ما تقدر تستهدف السوق تعرف السوق اللي أنت بتستهدفه أو الفئة من المجتمع اللي أنت بتستهدفه وتعرف يعني تحاول قد ما تقدر أن تكون ملم باحتياجات خلنا نقول السوق أو ملم باحتياجات أيضاً أفراد المجتمع وشو الخدمات اللي ممكن تطرحها وتقدمها لهم ويستفيدون منها وغير هذا طبعاً لا تخشى من الخوف ولا تستسلم ولا تيأث جميل جداً أستاذ عليا أخيراً في بعض الأشخاص خلال أوقات الحالية الضررة أو مشاريعهم الصغيرة اللي بدوها أو رياضة الأعمال مشاريعهم تضررت شو النصيحة الأمثل بالنسبة لك ومنونتشة نظرت لهم طبعاً دايماً أقول أن بداية النجاح الفشل وأول خطوة للنجاح هي الفشل فالفشل أو خلنا نقول يمكن الصعوبات اللي نواجهها هذه لا عب ولا حرام ولا خطأ بالعكس أنا هذا الفشل أو يمكن هذه الصعوبات أخذها كتحدي من بين ومن بين نفسي فإني أنا أحاول قد ما أقدر أتعلم من هذه المشكلة أو أتعلم من هذا الفشل وأبتدي يعني أحسن وأعزز خلنا نقول من المهارات الموجودة عندي وأبتدي أتغلب أو أتكيف على هذه المشكلة وأتغلب عليها وأتابع مسيره مثل ما قلت ركم يعني الواحد ما يخاف وما يخشى وحط بالبال أن الحياة بشكل عام هي يعني مثل المغامرة فمحتاجين للشخص أن يكون واثق من نفسه يكون شجاع ويكون عنده خلنا نقول بعد نظري وعنده يعني يروح من التفاؤل والإيجابية والإصرار والعزيمة شكرا لك أستاذ علياء أحمد الحرمي استشاري تنمية بشرية وأشارية وتطوير ذاتي على وجودت معنا في حلقت اليوم يعطيكم الصحة والعافية